سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج المرأة المسلمة صلاتي أنه الرب يبارك صباحكم ومساءكم أينما كنتم وأنه يعطيكم فهم وعقل وخلاص جديد ولمنتظري اليوم حلقة النهاردة هتكون بعنوان أحكام الشريعة ودولة القانون الحقيقة يعني مر تقريبا أسبوعين أو أكتر على مقتل نير أشرف قضية كبيرة ومفجعة ومرعبة بكل المقييس مش بس يعني المجتمع في مصر اللي بيتكلم عنها لكن كمان كان لها تدعايات حول العالم سواء كان في الدولة العربية أو في الدولة الغربية ناس كتير سمعت عن القضية كل واحد بقى بطريقته بيحكيها إزاي اللي يتكلم عن الجريمة نفسها اللي بيتكلم عن الحجاب اللي بيتكلم عن تسايب الستات اللي بيتكلم عن يعني كل واحد في مجاله الفكرة اللي حابب يقدمها أنا عايزة النهاردة أني أرجع كده بص نظرة كده للخلف علشان نشوف يعني القضية دي إزاي استخدمت في أنه أحكام الشريعة الإسلامية تتزرع يحاولوا يدخلوها في القضية في القضاء في القانون بشكل من الأشكال على طول الخط والأحكام الشريعة حتى على الناس اللي في الشارع هي اللي تظهر الأول مش بنتكلم عن القانون الأول ولا عن الجريمة الأول ولا عن الأشخاص الأول لا نتكلم عن الشرع هو الدين قال إيه فأنا النهاردة عايزة أركز شوية على البداية كانت إزاي وإحنا النهاردة فين فأول أسبوع كان فيه تعاطف كبير جدا مع أسرة نيرة وحزن جديد على البنت وعلى الحصل وفاجعة كبيرة يعني أنه ده حصل في الشارع بالصورة دي بالشكل ده يعني حادثة لإسماعيلية الرجل اللي قطع رأس الشخص التاني ومشي بيها في الشارع دي كانت لون وده لون تاني يعني ده واحد اتنين من نفس المستوى عندهم مشاكل مع بعض واحد عنده مشكلة في المخدرات مش عارف ايه المهم ده ده اللي حصل الناحية دي سبناها على كده إنما هنا بقى فيه ولد وبنت فيه قصة بينهم فيه دخول هل كان فيه قصة ولا ما كانش فيه قصة البنت اللي غلطانة الولد اللي غلطان مع فاجعة قتل فيه عز الصبح كده في النور قدام الجمع يعني بعد مضي تقريبا ساعات من مقتل البنت بدأ بقى صوت الترهيب بعد فجأة الناس بدأ صوت الترهيب والتخويف يظهر لنا بقى ما بين الناس تقولك زي مبروك عطية ده يقولك بقى ايه يعني الله يرحمها الله يرحمها تسعين مرة بس البسي قفة لا تتقتلي في ثواني ابتدوا يعني ما بين الكلمتين الله يرحمها وأصلها لو كانت لابسة حجاب وكانت لبسة قفة ما كانتش تقتلت ما تخليش حد يبصلك وبتلبسي لمين يا بت وشعرك سايبال مين وبيقافف لمين يا بت الكلام مفيش نفس نفس التسع دقايق اللي بيعملهم دول ثواني بين الكلمتين فعلى طول دا يعني يطفع على كل الستات اللي مش محجبات فبقى ايه فيه هلع في المجتمع لو ما تحجبتيش ممكن تتقتلي واحنا تكلمنا في المهزلة دي في الحلقة رقم 524 اللي انا سمتها لو كنتي تحجبتي لازم تشوفوا الحلقة عشان تعرفوا ايه الترتيب كان ازاي مهزلة اسلامية جديدة هتشوفوا الحلقة على الفيسبوك وعلى اليوتيوب في نفس الوقت صور نايرة يعني في نفس اليوم والتاني يوم كانت محطوطة على حيطة الجامعة بالحجاب وورد المكان اللي تقتلت فيه ومطالبات ان يعدم القاتل في نفس المكان اللي قتلها فيه وانه ده لازم يتعدم في ميدان عام ولازم يكون الحكم سريع يعني بقى ايه المأساة كانت بكل يعني وضوح بين مشاعر الناس قد ايه مؤججة علشان البنت بعد يومين شالوا الصورة اللي هم محاجبينها فيها من غير ارادتها وشالوا الورد ويقولك ده حرام حطولها كل دير على روح الميتة احسن حرام استغفر الله العظيم يعملوا لها سبيل يقولك لا هو بس بيقولك ايه حطولها كل دير فالتطور بتاع الصدق اللي على روح الميت بقى من سبيل حنفقة مية لكل دير تضارب غير عادي السؤال مين دول يعني مين دول اللي كانوا حطين الورد ومين دول اللي محدش عارف جم منين عشان يشيلوا الورد الغريب جدا انه مفيش حد في المجتمع مثلا يقولك انا مثلا من البوليس واحنا مضطرين ان احنا نشيل ده لانه دعم المخالفة في الشارع لا ده واحد جاي يقولك حرام وحلال دي بدعة ما تعملش كده الدين على طول يروح متصرب فيها ودي بدعة وكل بدعة ضلالة حد يعرف مين دول اللي شالوا الحاجات ولا حد يعرف مين دول اللي حطوا الحاجات مين اللي حطوا صورة البنت بالحجاب ومين اللي شالوا صورة البنت قبل نهاية الاسبوع يعني حصل بقى ايه انه القتيلة تتحول الى جاني على الولد وعلى مستقبله ونبدأ بقى ايه في وضع الضحية في قفص الاتهام يقولك اصله هي ما كانتش بس ابتدت منين لازم لازم ننتبه من اصوات الشيوخ اللي زي عبدالله رشدي ومبرقاطية وغيرهم الكثير نترحم على بنتنا اللي يعني اتقتلت بهذه الطريقة الوحشية ودي موتى وحشة وكلام من ده ولكن طبعا الحجاب فرد وفرد عين ولازم يبقى فعلى طول بقى مش البنت الوحدها كل الستات تتحطوا في قفص الاتهام والضحية اللي اتدبحت نحرت تسعتاشر طعنة في ثواني تسعتاشر طعنة بقت هي اللي في قفص الاتهام لو ما كانتش ما كانش اصلها لو ما كانتش بتتكلم معا ما كانش مش عارف ايه بدأنا بقى ايه في وضع الضحية في قفص الاتهام مبتدى الولد يقولك ده اصله غلبان وكان بيحبها ونفسه كسرت ونفسه تعبانة وبعدين بقى يعني فيد من القصص والصور المفابركة او الصور العادية جدا الطبيعية للبنت اللي كانت ماضل وكانت بنت جميلة بتتصور مع صحابها بتروح اماكن مع صحابها بتحضر افراح بتحضر مش عارف ايه بتروح رحلات صور عادية خلتوها بقى منظر البنت اللي بتاخد صورة مع صحابتها ولا مع زمالها في الجامعة ولا مع صديقها الشخصي انت مالك جبتوا منين الاحكام دي على ولاد الناس واضح ان البنت كانت علاقتها كويسة بأهلها وانه أهلها كانوا عارفين انها بتشتغل في المادلينج وعايزة تعمل تبقى مضيفة كمان وكانت بتقول لأهلها على محمد وكلام ده كله يعني يعني المجتمع بينظر من النظارة بتاعت المجتمع هي نظارة الشريعة الإسلامية والحكمة على المرأة الدائم بانها السبب المشكلة صيد بقى من القصص والصور اللي نزرت على البنت بلا أي حق وبالتأكيد فيها حاجات مفبركة ولو مش مفبركة فهي صورة طبيعية بس بالنسبة لكم لان العقد والكلكيع اللي المجتمع بقى فيها بقت غريبة جدا يعني من البنت اللي راحت الجامعة تمتحن بفستان وال الستات الخيم اللي وقفين كانوا يبهدلوها ويهزقوا عشان لابس فستانه جميلة زي الأمر بقى مجتمعنا ما بيشوفش إلا ان الخيمة هي اللي هتحمي عرضوش عرفوا لكن البنت الحرة اللي جواها زي اللي براها ما تعجبكوش لانه هو الدين بيقول ايه وبقى بالعافية الحجاب فرض عين ما عرفش ده حصل ازاي اسفاجاتا يعني اوكي بنت عندها ثقة في نفسها وعندها وتعارفة اهدفها في الحياة ايه لكن في مجتمع اسلامي هي ست فلازم تبقى غلطان ولازم يبقى الباكراوند الخلفية بتاعت الكلام عن الستات في اي موضوع اذا كانت مضروبة او كانت مقتولة او انك ايدهن عظيم هي العبارة القرآنية الشهيرة اللي بتلاصق كل امرأة بامر الهي محفورة في ازهان الرجال العقلية العربية الاسلامية اذا كانت المرأة في الموضوع فهي تبقى غلطانة ده يومين بعد الحدث على طول يومين في خلال اسبوع واحد بقى بعد كده تغيرت الاصوات المطالبة بالقصاص الى مصمصة ونظرات تساؤل وتعاطف مع القاتل واهل القاتل اللي يعني غلبانين ما عملوش ما عملوش حاجة ازاي ده حصل ازاي ده حصل القاتل وقف في المحكمة يحكي قصته مع نيرا او لما القاضي كان بيسأله بالتفصيل ويقول له انت احكي لي ايه اللي حصل هنا انت يعني كنت تعرفها ازاي جبت السكينة منين انت مشيت وراها يوم الحادثة حصل ايه الكلام ده كل فالحياة لما تسمع الحوار بين القاضي وبين القاتل تحس انه يعني الراجل ده قال كلام ما قالوه يونس شلبي في مدرسة المشاغبين يعني الكاركتر بتاع يونس شلبي في مدرسة المشاغبين اللي ما كانش عارف يجمع ده حالة من الاستهبال الشديد لكن مع ذلك الاستهبال الشديد ده قال فيه كلام ادان نفسه بكل صراحة انا اشتريت سكينة جديدة عشانها مخصوص عشانها انا عارف انا بضرب فين عارف واكتر حاجة فجعتني في الحوار اللي طبعا اكيد كتير الناس تقدروا ترجعوا تشوفوا الحوار بينه بين القاضي القاضي قال له انت كنت هتفصل رقابتها قال له اه ما هي ماتت خلاص يعني عادي عادي دي اعترافات سفاح ومختل انسانيا واحد مختل الشخصية انسانيا يعني مش انه هو مختل عقليا ولا مجنون ده مش مجنون ده المنشأ بتاعه اللي هو اللي اللي تعلم منه عبدالله رشدي زي ما سمعنا امه او سمعنا انه امه قالت كده ده رجل كان بيسمع لعبدالله رشدي على طول ومع ذلك نارى برضو في اتجاه تغيير في اتجاه المجتمع مزهل الحقيقة مزهل فوضى من جرانه اللي كانوا عملين يقولوا انت ده يعني هو الوات طيب وكويس حاش بيسمع له صوت اللي هو بيدرب بأمه ومراته بيقولك لا 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 ده ما حصلش لا ده ده امه وخواته ناسفة شكرا يعني بقى يقولك لا 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 ده ده طيب وما كانش حد يسمع له صوت ده اهل نيره هم اللي جابوله فتوات فجأة بعد مرافعة النيابة نجد ان مصمصة المصاطب دي ومحاولات الانقاذ للقاتل يعني وسعد بشكل غريب جدا وبعدين بقى روحنا بقى في منحنة اخر عايزين ازاي بقى يعني احنا عندنا كل ما بنينا عليه وكل ما نبني عليه مجتمعنا وعلاقاتنا دايما ارضيته هي الدين فالرواسب اللي احنا بنشوفها في المجتمع دي ارضيتها دين مش مش بس عرفة وثقافة لا ارضيتها الاساسية دي كهو الدين بيقول ايه هو اللي احنا مشينا عليه لكن ابتدى بقى يبقى فيه منحنة اخر حديث عن الدية في الاسلام واحد طلع لنا يقول كده انا وجدتها الاسلام هو الحل ندفع الدية وده الشرح ركز معايا وركزي معايا في هذا يعني الاتجاه المريب جدا يعني مش عارفة شفت كام حديث اعلامي بيبتدوه مين دول هو مين اللي طلع يقول دية ده هو مين اللي بيلم دية عشان قد جبته منين الدية دي الناس كلها عملة تسأل مين اللي خلف هذا الموضوع الحديث عن الدية في الاسلام اللي واحد تفتق ذهنه انه يقول لنا بصوا 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 الاسلام هو الحل لو كنا عندنا الشرع الاسلام احنا نقدر نحل بيه كل مشاكلنا ندفع عن محمد الغلبان اللي استغلته بنت فقام قتلها يعني من كتر كده وبرده ايه يعني ايه نطيب خطر الأم والأب دول اللي ما تتلهم واحدة مش يعني هيجرى ايه مش كده ولانه ده الشرع فده لازم يكون متاح تقول لك هم مخرج هم تحس كده رجعوني يعني بسنين وراء للإخوان والأصابع الخفية وكده بتحس انه فيه مجموعة من الأصابع الخفية ظهرت كده نزلت لنا من اليونان مثلا يقول لك هناك مجموعة من الناس الفريدة دي بيقول لك مجموعة من الناس في اليونان قالوا لي ان هم هيدفعوا الأتعاب والدية وبعدين الراجل اللي في تركيا اللي قال ان هو كمان عايز يدفع فيش حاجة اسمها أمير سوري انا ما عرفش مين الأمير السوري بيقولوا فيه أمير عرض ان هو يدفع ديئة كمان لا الناس كتير ومحامي مصري بيجمع الفلوس عشان دفع الدية وبعدين يقول لك مش ده شرع ربنا وناس تتصل بأهل البنت تتوسط وتعرض عليهم فلوس شوف الجراءة يعني تخيلوا تخيالي معايا لو بعد الشرع على كل ولادك وكل ولادنا لو حد من عيالكم بنت ولد حصل كده معاهم حد يقدر يرد عليك أي مبلغ من المال كتعويض وتقبله يعني ده انت حتى تاكل بالفلوس دي ازاي يعني الواحد لو الام لما تفقد دناها ما فيش لقمة تحلى في بقها ولا نومة تحلى طول العمر لحد ما تطلع تقابل بنتها تاني ولا ابنها تاني ازاي وانتوا جايين تعرضوا عليهم فلوس شوف الجراءة يقولك ده الشرع عندنا الحل هي الاسلام هو الحل بيعرضوا ملايين يعني المية ناقب تعدية البنت دي عدوها بكثير بقى يعني واحد قالك خمسة مليون والتاني قالك عشر مليون ما هذه المتواصلة لكن وراها اهداف الشرع الحنيف فيه المخرج لكل المشاكل وهو اللي يجيب لك العدل نضغط على الدولة علشان نغير المفاهيم والقوانين ولو مش قادرين نمسك الحكم نرعب الناس ونضعف القوانين ونبدلها بالشريعة الاسلامية في كل شيء والاعراف والاحكام العرفية اللي يعني مرتبطة ارتباط اساسي بحكم الشريعة فاكرين لما عملت لكم الفرق بين العرف والقانون وتروحوا كده تلاقوا ان الاعدات العرفية كلها ايه كلها مركزة على القرآن والتشريع الاسلامي يقروا قرآن قد كده وهما بيتكلموا ويقولك الرسول قال والحديث الفلاني ومش عارف ايه وكله شرع فهم عايزين يهزوا القانون ودولة القانون ويتحط فيها الشرع الاسلامي واحدة واحدة فالشرع الاسلامي يفتح بقى للسلفيين والاخوان باب خلينا نشوف يعني السلايد اللي جاي ده انا كنت بتكلم على الاصابع الخفية احنا عندناك اصابع باينة شوية اللي هي بتاعة المبروكة عطية اللي يقولك لو كنت تحجبتي ومش عارف ايه بس بصوا اللي موجود يعني في المجتمع واحد بيقول كده هو لو كل واحد مننا اشترى مقص وقابل اي واحدة كشفها شعرها ام اصيلها شعرها مش هتلاقي ولا واحدة من غير حجاب ده فكر موجود في المجتمع بعد الكارسة اللي حصلت دي الناس بتتكلم على انهم يشيلوا اسلحة ويمشوا يقصاصوا شعور البنات واللي يتبحوا لهم البنت اللي ترفضهم والكلام ده كله عادي ايه الجراءة دي يعني ازاي ازاي المتكلم مش شايف انه بيقول كلام لا يليق لا يليق باحترام الانسان لانسانيته ده لانه اللي في دماغه الاسلام اللي في دماغه اللي هو عايشه والحجاب اللي بقى فردعين والحاجات اللي لازم يقومها ازا ما كانش بالكلمة يبقى بايده يبقى بدراعه يبقى كل ده الحاجات اللي لازم يعني يعدلها في المجتمع من رأى منكم منكرا كل ده يخلي واحد زي ده يقول كلام كده وما يبقاش حاس انه عمل حاجة غلط عادي مش الشرق ربنا بيقول كده لو كل واحد ما عام قص والنتيجة بقى ان الستات في المجتمع انا شوف الصايد اللي بعد كده الستات في المجتمع يبقى حالهم زي كده واحدة كتبة بنتي عايشة في رعب مش بتنزل الشارع بتقول كده ماما اتحجب فالتانية بتقول ليه طب ليه قلبي ماما انت مقتنعة قلت لها لا بس انا خايفة يا ماما وخايفة عليكي كمان دي حالة فردية لا مش حالة فردية في نفس اليوم اللي حصلت في جريمة قتل نيرا نفس اليوم حد من الفريق بتاعنا هنا اتصل باهله من مصر مسيحي وبنات اخواته قالوله احنا خايفين ننزل مسيحيين مش بس المسلمين فطبعا يعني ده الاثر النتيجة للصورة الاسلامية اللي انتوا عايزينها تكون الواقع على الارض انا عايزة قبل ما اكمل الفكرة انا عايزة فكركم بعد كل اللي قلته ده والمقدمات عن الناس اللي تكلمت وحش عن نيرا واللي بتتعاطف مع محمد والكلام ده كله انا هقف عند ما قالوا القانون وشهادة النيابة عن نيرا حتى تطهلكوا الاسبوع اللي فاتوا اللي قابلوا اعتقد لكن هحطها تاني لانه مش هكذب النائب العام اللي كان واقف يترافع عن نيرا قال ايه عنها نشوف السلايد اللي بعد كده قالنا نيرا ذات اخلاق رفيعة وكل المحادثات والمكالمات التي اطلعنا عليها تنفي وجود اي علاقة عاطفية بينها وبين المتهم الذي احبها في عقله والعالم الافتراضي اللي بيخصه ده كلام كلام النائب العام يعني اللي عايزي اللي عايزي كذب الكلام ده يقول ان النائب العام ما اراش بقى المحاضر ولا اطلع على تليفوناتها وكل الحاجات اللي عندها وبيكذبوا ده الهدف انك تهز الثقة في القانون ورجال القانون وكمان تخوف البنات علشان خاطر يعودوا في البيوت يستخبوا اللي كان بيقولك وقتها يقولك اللي اختلاط ما هو ده اللي اختلاط فحتى العائلات اللي متواصلة مع بناتها وولادها وبيتعاملوا معاهم بصورة مفتوحة وكويسة وكل حاجة نظيفة جوا البيت وكده وسختوهم برضو بكلامكم اكي لكن ده ده اللي قالتوا النيابة بحد يقولي النيابة كتبت شو بقى الحكم على محمد الحكم صدر النطق بالحكم على قاتل نيرا بعد اخذ الرأي فضيلة المفتي اللي انتهى فيه اللي ان القتل بسكين يجب موجب للقصاص شرعا وان الثابت في الدعوة ان الجرم المسند الى المتهم قد ثبت وتأيت شرعا في حقه فكان جزاؤه الاعدام قصاصا لقتل المجني عليه هنيرا اشرف احمد عبدالقادر جزاء انا مش ادرى شوف الحتة دي وبعدين يقولك امتثالا لقوموا يا ايوه الذين امانوا كتبوا عليكم القصاص وهكذا وبعدين المحكمة حكمت المحكمة حضوريا باجماع الاراء بمعاقبة محمد عادل اسماعيل عوض الله بالاعدام ومصادرة السلاح الابيض اللي هي سكينه الزامه بالمصاريف ده حكم المحكمة حكم المحكمة شاف انه الرجل الولد ده عمل جريمة في فتح النهار كلها زبت عليه عندهم فيديوهات عندهم اعتراف فاتحكم عليه كده هحطلكوا بس ايه لقطة من اللقطات اللي بعد الحكم بقى اثرت في المجتمع وبتديلك صورة حقيقية لسطحية المجتمع شوف السلايد اللي بعد كده ده محمد يعيني بقى بيقولك ايه المتهم بقتل نييرة اشرف بيقول لوالدته ما تزعليش مني انا كنت مضغوط ومعرفتش عملت كده ازاي والبنت دي دمرتلي حياتي انا كنت مضغوط بقت سبب انه نفسيتي تعبانة ومقتل البنت اللي ما رديتش تمشي معايا ولا تتجوزني ما رديتش بي انا كنت مضغوط معلش سعر اتضيقت اصلي شوية كنت زهقان فبدل ما ام تمشى ام تقتلت واحدة ما تزعليش مني هو ده اللي نحطه للناس انا كنت مضغوط والبنت دي دمرت حياتي عندما يضع القاتل اللهم على الضحية مش بس الضحية واهل الضحية قرار القتل كان قرار محمد والان قرار تدمير سمعة عائلة بحالها بعد الفاجعة اللي حصلوا فيها هيبقى قرار مجتمعي لانه المجتمع بيتعاطف مع شخص بيتكلم كده بعد كل اللي عملوا ده مسئوليته الاولى ام واخوته البنات ده ما عندوش بي يعني ما عندوش اب مثلا مسئوليته الاولى امه والبنات ما كانش مفكر فيهم كان ماشي يجري ورا واحدة عملة تقوله لأ مش عايز شوف خلقتك يعني يعني كذا مرة لكن انا ضيعت تعبي وانا صرفت عليها يعني يعني كلام لا يتصق حتى مع مكانتو الاجتماعية ده ما حلتوش حاجة يعني يعني وحتى لما لو كان كلامه حقيقي فهي ما قالت ما خطتش إذا بجيبه وخدت الفلوس يعني لو كان اي واحدة يعني عايز يروح يعزمها على أزازة كوكاكولا ولا يجيب لها ساندويتش ولا يديها دية هو فاكر ان هو كده يعني بيصرف عليها وهي ممكن تكون بتقولك يعني زي عادي الناس في الجامعة بيدول بعضهم حاجات مثلا يعني مثلا كان مضغوط معلش فأي واحد يبقى مضغوط بقى وبنت تقوله لأ يقوم يعمل فيها كده انا عايز اقراركم تويتا يعني واحد بيقول كده اولا انا عايز اقراركم هو مسمي نفسه ايه نحن نحن محمد احمد فؤاد هم سمي نفسه كده نحن ومحمد احمد فؤاد بيقولك انا كنت هتقدم لوحدة اسمها كذا من قسيوت فسلمت على اخته وهم ماشيين قالت لها فرصة سعيدة هما بيتكلم ومش عارف ايه فلكن اخته لما قالت لها زر ما اخته قالت لها انه اخوي عايز يتقدم لك فقالت لها لا سوري معليش فرصة سعيدة ان انا قابلتكم نزل شتيمة بقى فرصة سعيدة ليك والابوك وعلى رأس والدتك بقى بالكلام الالفاظ اللي هي دي وظهر ان البنت دي من الاشراف اللي هما بيقولوا عليهم النسب محمد فقعد يقول لها بقى اشراف ايه انتو لا اشراف ولا حاجة الاشراف على جزمتي شتايم وانت فاكرة نفسك مين وكلام ده وشتايم شتايم في البنت اللي انها قالتلو لأ وهددها طب انا هوريكي بقى وفعلا بعض الناس اتدخلوا يمكن بلغوا عنه انا لسه ما تبعتش تطور الاحداث لكن فيه التويتر مليان فيه ناس بتعلق وبتقدم يعني ادلة على مين الولد ده وانه ده فعلا حصل وكلام ده كل نحن محمد احمد فؤاد يعني نحن محمد عادل ونحن محمد احمد فؤاد ده العينة من المجتمع اللي شايفين انه من حقه يعني الرجل الاعظم ازاي واحدة ستة تقوله لأ يعني بقى الناس اللي تعطفوا مع عادل ده ومع محمد عادل ابتدوا بقى بعد النطق في الحكم يعملوا بقى حملة ويقولك ادية ويرفع عنه حكم الاعدام وكده حرام مصل امه اه 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 اللي هينفع المجتمع بقى اكي خليني اخد مكالمة قبل ما اوريكو الفيديو اللي جاي تفضل تعي اهلا اخ المقصود تبعي انه الموقف الشخصي يعني اعكسه مثلا في دين معين سواء اليهودية او المسيحية ودين المسمى الاسلام يعني الموقف الشخصي تبع الانسان يمكن انه يكون عنده ما عنده دير داية بالاديان يكون موقف شخصي تبع خلفيته الاجتماعية او الشخصية او عنده مشكل نفسي مثلا المعقد او بنقوسين سفاح او الى اخرين مشكل نفسي لا معلش طب سام دي او انا فهمت النقطة دي خليني اسألك فيها حضرتك بتقول انه موقف محمد موقف شخصي مش كده لازم توتي التليف وتي التليف عشان تقدر تسمعي اوكي 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 انت بتقول ان موقف محمد ممكن يكون موقف شخصي ما ريش دعوه بالمسيحية او الاسلام سوا محمد او غير محمد انا النهاردة مش بتكلم على موقف شخصي انا بتكلم على صورة مجتمعية متكملة لانه اللي حصل مع محمد مكانش موقف شخصي ده كان ضرر عام لعيلة والمجتمع بالكامل والردود الأفعال اللي اتكلمنا عليها المتبينة دي هي ردود أفعال مجتمعية وسع جدا خرجت عن إطار الموقف الشخصي بين عيلتين تخنقوا في واحد قتل واحد لمجتمع بالكامل بيروح للنحية التانية خالص من ما ممكن تتخيلوا لقاتل عمل حاجة بشعة بالشكل ده علشان يثبت إن الشريعة الإسلامية ممكن تبقى الحل فوق القانون فدي حاجة ودي حاجة فاهمت هلأ فاهمت هلأ I'm sorry مش فهم لا فاهمت هلأ فاهمت أنا في الأول ما فاهمت الموضوع بشكل خاص لأنه هلأ حطيت التيفي وفاهمت أنه ربما موقف شخصي لا لا مش موقف شخصي أنت دلوقتي حتشوف كمان من بقي أنا بسرد من الأول إزاي الموقف تطور من موضوع قضية ممكن تكون جريمة بشعة في مجتمع إلى إنها بقت قضية مجتمعية كبيرة جدا الناس مدخلة فيها الشرع فوق الدين ونشوف بقى نشوف بقى الدين هنا هيحل المشكلة ولا لأ شكرا يا سام شكرا أشكرا خلينا بقى نشوف حتة الكلام في موضوع الدية الأول كان الكلام عايم كده يقولك فيه ناس بتقول الدية وبتلم ومش عارف إيه لكن حصل إنه لقينا بقى فيديو للرجل السوري اللي عايش في تركيا وطبعا إحنا عارفين مين اللي عايشين في تركيا الإخوان وكل يعني إمكانياتهم نسمع الراجل ده بيقول إيه رسالتي إلى أبو نيرا وميرا والصلح سيد الأحكام وأنا بوجهك الرسالة من تركيا وأنا قاد كامي إذا بترضوا فدية لمحمد بتفعلكم عشر مليون جنيه وأنا قاد كلامي مشان ما يموت محمد ماتت نيرا زعن عليها كتير وما بدنا يموت محمد إنسان مشتب الحياة وإنسان فقير وإنسان طيب أخطأ مين منا ما بأخطأ مين منا منا ما بغلط بس الرجل طيب من الطيبين واتكب خطأ كبير وأنا طبق قتله بس لازم لقي حل لهالمسيبة هاي بابن نقصر اتنين بصر الوحدة بابن نقصر التانين أنا بس عايزة أرجع الأمر لضمائر وعقول الناس المستمعين النهاردة رسالة لأبو نيرا وأمها الصلح سيد الأحكام أنت هم متلوم فرخة ولا يعني ضع منهم معزة يعني أنا مش فاهمة الراجل ده سرق منهم محفظة فأنت عايز تقوله الصلح سيد الأحكام احنا بنتكلم عن البنت اللي ماتت بنت ماتت موتة بشعة عيلة فقدت أحلامها وأمالها في حياة بنتهم الأمر دي المستقيمة عندها مستقبل باهر البنت دي كان مستقبلها عايكون كويس عندها رؤية للحياة بلاش ما عندهش مستقبل بنتهم دي مش محفظة ضاعت لكن الصلح سيد الأحكام فأنا عندي بردو فدية لمحمد يعني وحيدفع عشرة مليون جنيه وهو قد كلامه طب أنا أسأل حضرتك يعني إيه اللي انت شايفه حيكون فايدة لمحمد يعني المهم قوي ده عندكم أنا مش فاهمة ليه هو محمد مهم إنسان عند الله ومهم عند الله بس مش من وجهة النظر الإسلامية على فكرة لأنه الآيات اللي بتتكلم عن القتل العمد في الإسلام بتقولك ده انت داخل النار وربنا هيغضب عليك ونر حتف وكل حاجة فأنت عايز تفدي الولد ده لأنه عندك مخطط لأنه الدية تبقى حاجة من الحاجات اللي موجودة في تقابل القانون تعرضه القانون بأي شكل يقولك أنا أقدي كلامي عاي يقولك عشان محمد ما يموتش نايرا ماتت زايلنا عليها كتير يعني يعني يا أخي زايلنا قلبينا كسر على البنت لا طبعا تلاز علانة على البنت ولا بتفكر في البنت ولا عائلة البنت بالعكس بتتكلمه عن البنت وعائلة البنت بمنتهى الاستهانة وكأن حياتها لم يكن لها قيمة وبعدين محمد مجتهد فقير أخطأ وكلنا بنخطئ أخطأ غلطة يا دوب 19 طعنة يا دوب ماشي وراها وتبعها وكان حقتلها مرتين تلاتة وبعدين قالك لأ الفرصة الأفضل إنها ما تكونش في الميكروباس عشان محدش يقدر يحشني عشان لازم أقتلع ويختب يقولك الراجل طيب من الطيبين لازم نلاقي حل للمصيبة دي المصيبة دي عند مين؟ المصيبة عمالها محمد وعائلة محمد بالتبعية يقولك خسرنا واحد ما بدنا نغسر التاني هم كانوا توقم؟ يعني سؤالي لحضرتك ولكل الناس اللي بتتكلم عن محمد كأنه يعني خسارة مجتمعية كبيرة لو محمد أعدم هي خسارة مجتمعية كبيرة لو القانون لم يطبق أنا مش من الأشخاص اللي يقفوا مع الإعدام أو غير الإعدام أنا بقف مع القانون قانون البلد كده والعقاب كده لكن بالنسبة لي شخص قتل بهذه الطريقة إذا ما كانش إعدام يبقى لازم ياخد مؤبد بلا فرصة للإفراج وده بيحصل في سجون العالم على فكرة الأشخاص دي لأن ده شخص خطير على المجتمع حضرتك عايز يعني مش هاستخسر الولد عشان هيفيد المجتمع في إيه أين الوقوف مع الضحية الناس اللي زي الأستاذ السوري ده اللي عايش في تركيا وعنده فلوس يدفع عشر ملايين لإنقاذ محمد علشان يطبق الشرع بقى بالطريقة اللي هو عايزها قاله فرصة مش كده ياريت حضرتك يعني تكبر حسناتك كده شوية وتصرف على الناس المحتاجة في مجتمعك نفسه حضرتك عايش في تركيا وعندك عشر مليون تبعاتهم لواحد قاتل سفاح في مصر عشان تنقذوا طب انقذ الناس السوريين التعبنين في كل حتة في الدنيا عشر ملايين جنيه دول يعملوا حاجات كتير مثلا للسوريين اللي في مصر ولا في تركيا التعبنين يعني بس اللي انتم مركزين على مصر عشان عايزين توقفوا الشرع أمام القانون هؤلاء يجب محاكمتهم لأنهم بيهدفوا لإضعاف العدل ودولة القانون خلينا نشوف السلايدة اللي بعد كده طلع لنا بقى بعد كده الناس زي الأستاذ فريد الديب فريد الديب بيقولك احنا عندنا ستين يوم لاتخاذ الإجراءات القانونية عقب الاطلاع على أوراق الدعوة وكتابة مذكرة الطعن على الحكم القضائي وكلام من ده بقى قاعد يقولك أنه حياخد الدعوة ومحدش له دعوة هو هياخد فلوس ولا مش هياخد فلوس محدش يكلمني في الفلوس أنا محتارة جدا وأعتقد أنه كل محتار جدا في موضوع أنه فريد الديب ياخد قضية بهذا الشكل مش بس كده على طول بقى مرتضى منصور علق وأشار إلى أنه ممكن ياخد يترافع النيرة ومش بس هوش في السلايد اللي بعده هتلاقي أنه بهاء أبو شقة كمان قالك أنا هدفع عن نير صوالات بقى وجوالات بين الناس دي كلها علشان معرفش يعني الناس دي مش محتاجة شهراء أنا عارفة كده لكن هناك مخطط ماء خلف الحاجات دي الناس اللي حركت كانت دوافع فريد الديب هو محامي ياخد أي قضية مش كده هو شايف كده وبيحب القضية اللي فيها تحدي مليش دعب شخصه خالص لكن دي يعني قضية مجتمعية خسرانة يعني لو بسط لها من ناحية البلد حتى ومن ناحية السلام المجتمعي تحس أن القضية دي لازم يكون فيها حزم جديد جدا علشان الكلام دا ما يتكررش يعني أي واحد وطني المفروض يفكر بالطريقة دي لكن الفريد الدي بتكلم على الناس اللي من اليونان اللي هيدفعوا الدية وعايزين يوكلوا لمحمد من هؤلاء؟ مين دول؟ مين اللي وراهم؟ ايه أهدافهم؟ لازم الحكومة المصرية تعرف دول مين علشان خاطر ما نقفش قدام جماعة عايزة تضرب الدولة المدنية ودولة القانون ونرجع إلى أيام الإرهاب والكباب بالضبط يعني خلينا نتكلم عن الناحية القانونية في الموضوع دا الولد دا اعترف ومتلبس واعترف بالتفصيل والقتل كان قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد اتبعها من بيتها للأوتوبيس لحد أول ما نزلت خلص عليها كان مع السلاح معد كل الأمور اللي اعترف هو نفسه بيها بغض النظر عند وفعه ايه؟ دي بتقول انه دا هياخد اعدام لان دا قتل مع سبق الإصرار والترصد المحكمة حكمت والمفتي وافق وصدر الحكم فدلوقتي المنتظرين وبقى ان الناس تروح محكمة النقد محكمة النقد اما انها من الأصل تقبل بانهم يحطوا قضية أمام المحكمة لنقد الحكم او القانون اللي استخدم في الحكم دا او لا او انها ترفض بالكامل يعني ممكن المحكمة تدخل تشوف الورع كده تقول لا الحكم دا ثابت النقد مرفوض فما يش هيبقى فيه فرصة الواحد زي فريد الديب بقى عالي يوطي اي حد تاني اجدع محامي في مصر مش هيقدر يعمل حاجة لان المحكمة ثبتت الحكم واما انه المحكمة ممكن تقبل المرافعة فيبقى فريد الديب هو اللي حيترافع وحيترافع اذا كان المحكمة تقرر بقى اذا كانوا هيتكلموا في الحيثيات القانونية مثلا في خطأ قانوني في خطأ دستوري في حاجة زي كده ولا هيتكلموا بقى في اعادة تقديم الموضوع بشكل جديد بقى من الاول فيعيدوا بقى التحقيق في الامر مرة تانية يعني ادلة بقى او انهم يقولوا مقبول انك تترافع في الناحية تلك في كل الحالات الدفاع بس هو اللي هيقدم الادلة لحد ما يكون الكلام في الموضوع ساعتها بقى الدفاع عن نيرا او الضحية يقدر يتكلم لو كانوا حينقشوا موضوعية يعني الادوات مش بس الادوات القانونية لا هيكونوا بينقشوا ادلة جديدة مثلا المحامي اللي عمال يقولك اصلي في صور على تليفونه طب ايه يعني يعني ايه المشكلة يعني بس في الحالة دي الدفاع بس هو اللي هيقدم الادلة فكل الناس اللي عمالة تدخل تقولك احنا هنتكلم و احنا هندفع دي ممكن ما يكون لهاش اي دور لكن ده و ده مش هيكون له اي دور الا لما المحاميين يشوفوا حيثيات الحكم اصلا فانا مش فهمة يعني انتو بتتكلموا على ايه وانتو لسه ما شفتوش حيثيات الحكم هتعرف منين لو كان في مشكلة قانونية ولا لأ كل الناس دي ملمومة على ايه ودوافعها ايه ارجع مرة تانية وقولك ان وضع الضحية في قفص الاتهام ده شيء غير انساني وغير يعني مقبول ابدا ونظرة المجتمع والرجل في المجتمع الاسلامي للمرأة نظرة مريعة جدا خلينا نشوف سريعا هل في دية في القانون المصري لا الدية في القانون المصري غير معمول بيها وليس لها اي مكان هل لو الدية اتدفعت هتغير الامر لا لان القانون واحد ويسري على الجميع اما الشريعة فلا فيعني لا الشريعة ممكن تغير ما بين شخص وشخص اخر القانون ما فيهوش زينب بس الشرع فيه زينب يعني فاكرين وما كنا يقولك القانون ما فيهوش زينب لا الشرع بقى فيه زينب وفاطمة وعيشة وافكار كتيرة ممكن تقدمها خلينا نشوف موضوع الدية فيهوش اختلاف الشريعة الاسلامية اصلا على الدية واللي يقولك انه فيه اجماع على دا ولا اجماع على دا ما فيش حاجة اسمها اجماع اصلا خلينا نشوف الفيديو بتاع عبدالله رشدي اللي لازم ننتبه انه برضو حتى لو انه عمالي يقولك انا مش هتكلم ومش هقول ومش القضية دي لكن برضو عنده هدف هيكون واضح جدا في موضوع القتل العمد والدي نشوف الرأي المصري بتاع العمد والدي بقى في العموم في قضية شرعية بحتة في الشرع الشريف لو انه انسانا قتل رجلا عمدا عليه القصاص طب لو انه اهل القتيل عفوا عن القاتل وارضوا منه بالدية يعني قالوا انت عليك رأبتك حطير يا عم الحاج طب احنا عايزين منك عشرة مليون عشرين مليون الديقة معروفة اللي هي الف دينار او مئة من الابل فقال لك لا احنا عايزين منك مئة من الابل عايزين منك الف من الابل والله يا تدفع يا هنعدمك مش هنتنازل عند القاضي عند دمنا فدي هنا بتبقى مقايضة هل هذه المقايضة حرام لا مش حرام هل لو اهل القتيل عفوا عن هذا الرجل واخذوا هذا المال ادية مثلا الف دينار قدروا انها عايزين منك عشرة الاف دينار ولا بكرة هنروح لعمر الخطاب نقول له يا عمر اقتصد انا منه فقال لهم ماشي هدفع عشرة الاف دينار خلاص يصون بذلك ويعصم بذلك رقبته يعصب رقبته بالمال اي حد معه فلوس ممكن يقتل والناس تقبل الدية انت مش في السعودية على فكرة ايه انا متأكدة ان السعودية تغير الموضوع ده كمان ده ترخيص بقتل الناس انت تقدر تدفع عادي ممكن تقتل ونضغط على الناس الغلابة وتدفع لهم تمن الدبيحة اللي عملتها حتى يعني مفهوم انه اهل القتيل يعملوا مقايدة يقولك لا انا مش عايز عشرة الاف انا عايز مية الف انا اهو التمن عندنا كده البنات عندنا ما بيتجوزوش ولا ما بيموتوش اقل من كده مهزلة هل هذا الشارع ممكن يكون حاجة يعني فيه تساوي بين الناس لا مش ممكن يكون فيه تساوي بين الناس طيب ده الرأي المصري في موضوع القتل العمد القتل العمد ممكن يبقى له دية وتقدر تقايد على الدية كمان اصلا الناس بقت سلع نشوف الفيديو اللي بعد كده رأي اخر الاصل في القتل العمد ان يكون الواجب فيه القصاص هناك اختلاف فقهي في موجب واثر القتل العمد فطائفة تقول هو القصاص عينا وطائفة تقول القصاص او الدية ولذلك في مذهب احمد ومذهب ابي حنيفة ان موجب القصاص احد الامرين وعند مالك والشافعي ان موجب القصاص هو القتل قصاصا ان موجب القتل العمد العدوان هو القصاص فهذا الاختلاف العلمي من قديم ونبقى دائما منتظرين انت على مذهب مين الشيخ بتاعك هيحكم ايه اذا كنت مذهب احمد ولا ابي حنيفة تقدر تخذ قصاص يدي الاتنين يعني على كيفك نقي اذا كنت شافعي ولا مالكي القصاص في القتل العمد لازم قصاص لازم ما فيش بس ايه افكار الناس ليست افكار الله ولا قانون موحد ضد حد اسمع بقى الفيديو الاخير ده لانه تحفى بصراحة دية المرأة نصف الراجل الجمهور على ان دية المرأة على النصف من دية الرجل الدية هي جبر لخاطر اهل القتيل وليست قيمة لروح دية الرجل كم قلنا مئتين لا الاساس مئة من الابل كم دية الابل ملايين ملايين صحيح المقارنة صعبة في هذه الحالة الآن الضرر الذي يصيب المرأة عن فقدان الرجل يساوي الضرر الذي يصيب الرجل عن فقدان المرأة قرر المرأة اكبر لما تفقد الرجل صحيح صحيح الاعتبار انه هو المسؤول عن الهعالة والمسؤول والمعيز لذلك الدية اللي تدفع لها عن قتل الرجل اكبر من الدية اللي تدفع له عن قتل المرأة لما تقتل المرأة يدفع مئة ألف للرجل صح صحيح لما يقتل الرجل يدفع للمرأة مئتين ألف فمن المستفيد في هاي العملية لو حسبناها بنحية مادية المرأة صحيح أنا الحقيقة كنت مبهورة وأنا بسمع الفيديو ده يقولك أنه أولا نمرأ واحد هي دية المرأة نص دية الراجل ده إحنا عارفنا عادي هي نص الراجل في كل حاجة وبعدين هو بيقولك هناك في الإمارات دية المرأة مئة ألف درهم دية الراجل مئتين ألف فبس بالقبل بقى تاخد مئة من القبل أما دية الراجل فهي متين من القبل وبعدين رح قال حاجة جملة اعتراضية كده يعني القبل بقى دية القبل إيه قالوا لا ملايين ما فهمتش الحقيقة يعني القبل دي الناقة ولا الجمل بتشريه من خمس تلاف جنيه لحاجة وثلاثين ألف فأنا مش عارفة طبعا مئة بقى فده هيبقى ملايين مش عارفة أو يمكن بيكلم على دية القبل نفسها ما عارفش وقاني يقولك لما يموت الراجل هتاخد الست متين شوفتي بقى خليكي راضية انك نص راجل كده انت بقى انت فايزة لما يموت الراجل هتاخد متين طب يفرض ان الراجل ده ابنها عندك ملايين الدنيا تعوضها لا طبعا ازاي نعتمد على فكري لا يرى ابعد من صورة المرأة الاسيرة العوان الضعيفة ولا يرى ان البنت والولد في الاسرة السوية مساويين في الحب والقيمة والتأثير والغلاوة والبهجة وفرحة القلب اللي بيبقى دنات كده في ايدك وانت شايف ان مفيش حاجة احسن منه في الدنيا كيف ينظر الى هذا الاله الى البشر بهذه الصورة احنا بنعتمد على شرع خلى المرأة نص الراجل في كل شيء لكن اذا كانت المرأة بقى عابدة فهي نص النص كمان محاولات فشلة لجعل الشريعة مصدر لاي نوع من العدل يعني اللي بيخافوا من انه يلتزموا بقوانين البلاد اللي حسن تأثر على الشريعة بتاعتهم والدين بتاعهم الدين اللي يخاف من الدولة اللي بتلتزم بقوانين مساوية للجميع في حقوق الانسان يبقى ضعيف وهش واتباعه كمان من الضعف وعدم الثقة في هذا الاله اللي تخليهم مقدروش يعيشوا هم كمثل لهذا الاله ما بتشوفش المسيحيين ماشيين يقولوا لك غير لنا القانون علشان ده كذا لا احنا بنعتمد على انه الله هو اللي بيساعدنا ان احنا نعيش في كل وقت بكل صورة يعني تحت ضل هو ولكن نلتزم بالشرع بالقانون البلاد اللي احنا فيها ازاي يعني ازاي دين يخاف من انه قوانين العالم ممكن تأثر عليه هذا الدين يعرقل النمو المجتمعي ويخشى الانقراض فيحاول التعميم والسيطرة النرجسية من اساسات الدين الاسلامي على فكرة ونقلت فيه بشكل واضح جدا وسلمها للرجال مش بس الرجال على فكرة الدين اللي مركز على اشخاص بعينهم او حالات بعينها يخلي كمان يعني الست تبقى عندها نوع من التركيز على الزاد برضو لحماية نفسها مثلا لكن خليني اتكلم على فكرة النرجسية الاسلامية الزكورية دي يعني النرجسية مش معناها تفخيم الزاد بس لكن ايضا اضعاف واخضاع والسيطرة على الاخرين دي من الاثار السلبية للتركيز على الزاد ومحاولة فرض السلطة على الاخرين ودي من اساسيات التشريع الاسلامي فرض السلطة فرض السلطان الاسلامي فرض السيطرة الاسلامية انتم الاعلون هذه الفكرة اللي تسيطر على المجتمع اللي لازم كله يلتزم فيه باحكام الشرع ومع ذلك هذه الاحكام واضح النهاردة انها لم تصلح قلوب الناس ولا افكارهم مجتمع ماشي كله يحكم على بعضه ولا ينظر الى نفسه الكتاب بيقول انه احنا يعني قبل ان تنظر الى القذى في عين اخيك شيل الخشبة اللي في عينك ده انت في عينك عمود قد كده وانت ماشي تقوله انت بس فيه رمش داخل جوا عينك انت مش واخد بلك منه وانت حياتك كلها مشاكل صلح قلبك فربنا بيقولك صلح قلبك قبل ما تحاول تصلح الناس لو اصلحت قلبك مع الله وقطعت السلطات وحاولت انك تصلح مجتمعك وحاولت انك تحب اللي حواليك وحاولت انك تغفر اللي حواليك وحاولت انك تعين اللي حواليك وتقدم كل ما عندك لاخيك ما تحب لنفسك تغير المجتمع تغير نظرة المجتمع لك لمجموعتك لعيلتك ولله ايضا اللي بيقودك هذا لا يمكن انه يحدث في الاسلام لا يحدث الا فقط مع المسيح اللي يرى الانسان من الداخل ويصلحك انت من الداخل فتصبح شخص يعني مرآة لله زي ما الكتاب بيقول بصلي ان الله يعطي شفة حقيقي في المجتمع وبصلي ان ربنا يدينا ان احنا لا نرى ان احنا في حرب مع الدولة اللي احنا عايشين فيها او القوانين الدولية او حقوق الانسان او الانسان الاخر اللي جنبنا حتى ننصر دين لا ينصرنا لا يعتني بينا في الاخر ولادكو هي اللي بتتأثر اهل ناينة محجبين وناس كويسة وطيبين بس بنتهم ذبحت بافكار شريرة خلت المرأة شيء يستعمل ويمتلك وراجل يفتكر ان هو يمتلك المرأة علشان خاطر هو قرر انها بتاعته دي فكرة عامة دي مش فكرة خاصة بمحمد ولا غيره لا دي فكرة عامة واللي عايشين في مجتمعاتنا عارفين كده والبيوت المسلمة عارفين كده واللي هيقول لي انت مسيحية هقول له لا انا كنت مسلمة وانا برضو كنت عايشة كده اكي ربنا يشفي القلوب والمجتمعات اللي احنا عايشين فيها ويظهر حقه كنور الظاهرة في وسطكم ويشفي قلوبكم بمحبة المسيح الى اللقاء